قام رئيس حزب الحل جمال كربولي دعونا قضائية لدى محكمة بداءة الكرخة ضد النائب عن حزب تقدم سميع الغلابة دعا فيها التهجم عليه عبر الإعلامة وطلبها بمبلغ قدره 30 مليار دينار كتعويضا عما سببته له من أذى النفسية بدورها قالت النائب سميع الغلابة كربولي متورط بالابتزاز لذلك القانون سيحكم والشعب سيحاسب المجرمين عاجلا أم أجلا ووجهت الغلاب رسالة إلى الكربولي دعته خلالها إلى التزام الصمت وجلوسه في البيت وانتظار الحق لينال جزاءه العادل على قضايا الفساد والابتزاز المنظورة أمام المحاكم على حد قولها